رضا سليم لاعب الجيش الملكي أقدر النهاردة في هذه اللحظة أقولك بالفم المليان مبارح قلت لك 95% هو لاعبا في النادي الأهلي النهاردة دلوقتي أقولك 100% رضا سليم لاعب الجيش الملكي الجناح الأيمن للجيش الملكي هو لاعبا في النادي الأهلي بنسبة 100% بنسبة 100% اللاعب وقع للنادي الأهلي أربع مواسم النادي الأهلي أنهى أموره مع نادي الجيش الملكي اللاعب هيكون موجود في القاهرة يوم الجمعة القادمة عشان يجري الكشف الطب الروتيني استعدادا للمشاركة مع النادي الأهلي في الموسم الجديد حسم الأمر رضا سليم أفضل لاعب في الدور المغربي الموسم الماضي اللاعب اللي بيلعب كجناح أيمن كمركز أساسي وجناح أيسر أيضا هو لاعبا الآن في النادي الأهلي تبقى فقط الإعلان الرسمي والنادي الأهلي بعد ما يجري كشف الطب يوم الجمعة القادمة سيعنل رسميا عن هذه الصفقة المهمة والكبيرة والكبيرة مبروك للنادي الأهلي ومبروك طبعا اللاعب المغربي ولو تسألني أقولك أنا عايز الأندان المصرية كلها لما تيجي تجيب محترفين تروح تبص على شمال أفريقيا تحديدا رفتهم حلوة معانا معظمهم بينجح في الدور المصري معظمهم فاستسهل على نفسك ما تروحش بقى تجيب البرازيلي والياباني والأفريقي يعني إيه روح استسهل ودور على شمال أفريق كده كده الأرقام اللي بتدفعها هنا هي أرقام أعلى بكتير من اللي بتدفعها في المغرب أعلى بكتير من اللي بتدفعها في تونس أعلى بكتير من اللي بتدفعها في الجزائر فأنت بالنسبة لهم ماركت مهم جدا فحلوة الصفقة صراحة للنادي الأهلي برافو اللي أتم هذه الصفقة وزي ما قلت لكم الصفقة دي تحديدا كان اللي داخل فيها بشكل قوي جدا هو الأهلي والبيرامدز وفاز النادي الأهلي باللاعب في النهاية